بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم الحرف اليدوية شيء جميل جدا على فكرة وفي عندنا في مصر هنا محافظات وبها قرى بتتميز بعض الصناعات البسيطة الحرفية من المجتمع البيئي والمجتمع اللي بيحاكي الطبيعة ممكن نكون بنتكلم على تصنيع لبعض المنتجات من جريد النخل شيء بسيط جدا بس تشوف منه مصنعات تقدر ان تقول عليها قيمة وهي تمثل تراث حقيقي تقدر تتكلم على ان هي ممكن توصل رسالة جميلة جدا عن الواقع وفي نفس الوقت هي تمثل مصدر دخل ومصدر رزق لأسر بتعيش على هذه الصناعة بتشوف دول على مستوى العالم بتهتم بهذه الصناعات وبتحقق منها دخل كبير جدا تصدرها كمان ده موجود عندنا في مصر من سنين بس كنا دايما بنقول من اللي يهتم من اللي وفر لهم مقاومات النجاح علشان دول ينجحوا لازم يكون ليهم معارض ومشاركة محلية مشاركة دولية متطلباتهم ايه؟ هل هم محتاجين بعض القروض او ادوات؟ ده اللي احنا بنشوفه بيحصل النهاردة بالنسبة لهذه الصناعات البسيطة الحرف اليدوية